جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة من المجتمع عين طا من المنطقة الشمالية يقول أنا في الرابعة والعشرين من عمري وحالتي متذود ولله الحمد والولي والد أصبح في حالة يرسى لها إذ أنه في حاجة إلى مزيد من الرحاية وفي حاجة إلى مزيد من العناية وأحتار في كيفية تقديم ذلك ولا سيما والحال لا يساعدني كيف توجهونني جزاكم الله خيرا عليك البر بوالدك والقيام بحاجته حسب استطاعتك لأن هذا حق واجب عليك له قال الله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فالواجب عليك القيام بحقوق والدك حسب استطاعتك ومقدرتك ولو بأن تنيب من يخدم والدك بالأجرة فإن ذلك واجب عليك إذا لم تتمكن أنت أو أن تجعل عنده أحدا من أولادك أو زوجتك لخدمته فإن هذا واجب عليك إما أن تباشر ذلك بنفسك وإما أن تقيم من يكون بدلك إذا لم تستطع المباشرة لذلك بسبب أعمالك وأشخالك وطلبك لعز المهم أن تحرص على خدمة والدك بمنتهى ما تقدر عليه إما مباشرة منك هذا أفضل وأعظم أجرا وإما بأن تقيم من ينوب عنك في ذلك